تعالوا نشوف شبكة ABC News الأمريكية بتقول إيه بعد أكتر من سبع عقود من المحاولات المتقطعة يعني ما كانش بتكمل عشان حفر ممر قديم بيبلغ طوله حوالي ميلين في مدينة لقصر مصر أخيراً هتفتتح طريق الكباش اللي بيبلغ عمره 3000 سنة لجمهور يوم الخميس بيقولوا إيه بقى في حفل ساحر في حفل ساحر ده ABC News الأمريكية اللي مقدماً بتصف ما سيحدث بكرة بإنه سيكون حفل ساحر قالوا ليه ده لإن شافوا من كام شهر اللي حصل والإبهار اللي حصل في موكب النقل المميوات الملكية سريعاً نروح دي ناشنل واحدة من أهم الصحف المعنية بالأخبار والأحداث في العالم واللي طبعاً شق منها بشكل كبير جداً الشق السياحي أو الأثري بتقول إيه ده ناشنل الأمريكية؟ بتقول تستعد مدينة الأقصر أحد أكثر الأماكن السياحية شهرة في مصر لصدافة موكب مزهل للاحتفال بإعادة الافتتاح الكبير لطريق الكباش الذي تم تجديده مؤخراً نشوفوا حضراتكم المفردات اللي هم بيستخدموها طريق مزهل فيعني آدي شكل الأشكال تعالوا نشوف واندرلاست دي مجلة بريطانية من أشهر المجلات المعنية بالصفر والسياحة ودليها تأثير كبير جداً على حركة السياحة العالمية والمقاصد السياحية بصوا الجمال مبدئياً جايبة صورة معبد الأقصر وبيتكلموا يقولوا الآتي بيقولوا طبعاً عاملين فيديو رائع بالمناسبة دي بيقولوا طريق الكباش المزهل جاهز دي الافتتاح الكبير في الأقصر مصر يتوقع الطريق القديم الذي تم ترميمه واللي بيربط معبد الكرنج في معبد الأقصر يتوقع إبهار الزائرين بالرؤوس اللي يسموها أبو الهول يعني كازا سفينكس ده شكل أبو الهول يعني بهذه الكباش ذات رأس الكبش وأهميته الثقافية شيء الحقيقة رائع تعالوا نشوف محاطة دابلو بال دي محاطة تلفزيونية تابعة لأن بي سي شبكة أن بي سي بتقول مصر تفتح طريق الكباش اللي بيبلغ من العمر 3000 عام في حفل ساحر شوفوا حضراتكم ده مجرد عينة بسيطة جدا إزاي العالم بيترقب هذا الحدث العالمي والمصري بفرغ الصبر